رمضان هل هلاله فاستبشروا بقدومه وبصومه وصلاته وبذكره وخشوعه فاضت علينا رحمة بالخير من ينبوعه قد عاد يشرق بالهدى يا مرحبا بقدومه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فها هو رمضان يهل علينا من جديد يهل ليبشر الطائعين بالجنة والمزيد وليجمع الأمة تحت راية التوحيد بعد طول غياب حيث أثقلتنا الذنوب وعيتنا الهموم والكروب أدرك ذلك أصحاب الأبصار والقلوب لأنه رمضان يقبل بالرحمة والغفران والعتق من النيران وصلة الأرحام والخلان أيها الأحباب الكرام مرحبا بكم في عام جديد مرحبا بكم مرة أخرى في موسم الرمضاني متجدد ومع أول يوم منه نلتقي بكم في الموسم الرابع من الدروس والعبر والمواعب مع مجموعة من الخطباء والدعاة من عراقنا الجريح وأول سلسلة حلقات موسم رمضان دعونا الله فيها القبول وجعلناها عنوان حلقاتنا فقلنا اللهم تقبل وفي الموسم الذي بعده جعلناها أحاديث غروب وشوق أرسلنا من خلال حلقات رمضان رسائل للمهجرين والحاكمين والتائبين والعاصين وجعلنا ثقتهم بالله عالية تحت عنوان حديث الغروب وفي الموسم الذي بعده في العام الماضي جعلنا سلسلة تلك الحلقات الرمضانية منتظمة بعنوان قوله تعالى وَإِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ وَالْيَوْمْ وَنَحْنُ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانِ نَلْتَقِي بِكُمْ عِبْرَ هَذِهِ الدُّرُوسِ والعبر الرمضانية تحت عنوان سبيل الرشاد نلتقي بكم وكلنا أمل بالله أن يجمع شملنا ويوحد صفنا ويحفظ بلدنا ويغفر ذنبنا ويقبل توبتنا وصيامنا وقيامنا وأن يلهمنا رجدنا فسبيل الرشاد سبيل جعله الله تعالى لأحبابه وأهل طاعته وقد اخترنا لكم هذا العنوان سبيل الرشاد لنبين أن القرآن الكريم قد ذكر منهجين اثنين في ذلك منهج استعمل الألفاظ البراقة والمصطلحات اللطيفة الجميلة ليمرر ما يريد من هدم للإسلام وطعن في الدين وتشتيت للمجتمع المسلم وهذا المنهج هو الذي استخدمه فرعون رادا على ما قاله مؤمن آل فرعون قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد فرعون يدعي هداية قومه إلى سبيل الرشاد فالكلمة والشعارات إذن أيها الأحباب لا تعني شيئا إن لم يكن وراءها رصيد من الواقع ورصيد من المصداقية بل وتكون في ميزان الشرع الحنيف لذلك نسمع من المصطلحات الزائفة في الحقيقة البراقة في الظاهر الكثير منها تسمية الربى بالفائدة وتسمية الزوجة الثانية بالضرة وتسمية من لا يعترف بالسنة النبوية الطاهرة بالقرآنيين وتسمية المحتل بالمحرر وأهل مجرى وستجد العشرات من هذه المصطلحات الخاوية التي يستخدمها المفسدون لإثارة الرأي العام وتوجيهه بحسب رغباتهم وفي المقابل منهج آخر منهج يقف أمام طاغية العصر يستخدم نفس المصطلح بل يحاربه بنفس الأسلوب يحاربه بنفس الكلمات ولكن شتان بين أهل الحق وأهل الباطل منهج خلد القرآن قوله وقال الله على لسانه وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد نعم إنه مؤمن آل فرعون رجل يحارب طاغية عصره ليرفع راية التوحيد فهو رجل بأمة فما أحوجنا إلى أمثال هؤلاء بعد أن طغ الفساد وأصبح الرشد عند الناس من يسرق ويختلس ومن يتملق وينافق بل من يخون ويلحد إذن أيها الأحباب الكرام لقاؤنا معكم عبر هذه السلسلة الرمضانية المباركة ننهج فيها سبيل رشاد المؤمنين أدم الصيام مع القيام تعبدا فكلاهما عملان مقبولان قم في الدجاء واتلوا الكتاب ولا تنم إلا كنومة حائر والهاني فلربما تأتي المنية بغتة فتساق من فرس إلى أكفاني يا حب ذا عيناني في غسق الدجاء من خشة الرحمن باكيتاني وإلى لقاء آخر إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة